أنا أريد أن أعرف ما هذه هي دولة أو ماذا؟ من أن أضروا على دولة؟ من أن أضروا على واحد الجهاز الذي يقوم بجموعة من الوظائف في إطار قوانين معينة ليس غيهاين، غيزات لا، دولة تخضع القانون، من أن أقول دولة الحق والقانون يعني واحد دولة التي تنساجم مع القوانين الوضعية ديالها أصلاً ليس قوانين بها ديالها كل شي ديالها حالياً، هذه الدولة، ماذا يريد؟ كي تلتف على إضراب الأساتدى الذين فرض عليهم التعاقد ماذا يريد؟ قلت لك من الممكن أن يتعاقدوا مع ناس أخرين هذين الناس سوف ينزلهم بين قوسين وهم تحوشكون هما هذين الناس قلت لك من الممكن أن يريد أن ناس معينين الذين سيأتي ويعوضوا ذلك الأساتدى أهلاش كي تلمز ديالها لا يضيعوش الوزارة يبلي في الأوين الأخيرة ولو كيهمها المواطنين ولو كيهمها التلميذات والتلاميذ ولو كيهمهم المصير ديالهم كيقولوا بلأن الوقت المهضور يتعود لأن هذين الناس هذين يقرأوا و يتكونوا باش يوصلوا لدوك الكفايات المرجوة و للمنشودة في آخر السنة ولكن في الحقيقة هذه الخطوة اللي كتديرها الوزارة كتتنقض بعد معارسها الوزارة الوصية للتعليم كتتنقض معارسها إذا كنت في المباراة السابقة ديال التعاقد شنو دارت؟ دارت مجموعة من الشروط من بينها أن المترشيح مخصوش تجوز سنة دياله ثلاثين سنة في الإضافة إلى الانتقاء وما إلى غير ذلك بيدعواء أن هذة الشروط كاملة شنو غادي تخلقنا في قطاع التعليم غادي تخلقنا التجويد و كنا كان نتاقدو و خرجنا الشارع عدلنا مظاهرة أشكال احتجاجية و وصلنا للصوت في المغرب ولكن على المستوى الدولي هذا الشيء سياسي لا تخدم المصالح أبناء الشعب و المصالح المعطلين بصفة خاصة حاليا الدولة تنقض معارسها و ترجع في الأدرا و مستعدة تعاقد معها في مكان بنادم و يكون لديهم بل أكثر من ذلك لا يوجد ضرورة تتوفر فيه الكفاءة المهنية لكي يمارس هذه المهنة للتدريس و المهم عند الدولة و المهم عند الوزارة الوصية المهم و الأساسي عندها هو أنه ستعود الزمن المهضون و ما شيء هذا هو السبب السبب هو أنها تهرس الإضراف ديال الأساتدى الذي نفيد عليهم التعاقد لأننا عارفين زيان القطاع ديال التعليم و للوزارة الوصية على قطاع التعليم ما يهماش الأمر ديال التلاميذ بالبت والمطلق و الدليل على ذلك هو أنها فوق ما بنت لها تبدل مرة تبدل البروغرام مرة تبدل البروغرام كل مرة تبدل البروغرام و اللغة تبدل البروغرام و دون مراعاة التلميذ الذي يقرأ ذلك البروغرام أرى الناس داباء هذا العام و العام اللي فات يعيشوا في واحدة المعضلة كبيرة بتغيير اللغة ديال التدريس على مستوى قطاع التعليم قلناها لكم من قبل بالليه 30 عام الميزات لانتقاء و ما إلى غير ذلك من الشروط المجحفة اللي تم الفرض ديالها في قطاع التشغيل و التعليم هي شروط اللي ما عندها حتى شي ارتباط بالجودة و الكفاءة بالله عليكم كذلك بغينا نسألوا مع هاد الناس هادو منك نقوله قانون الغاب قانون القوي يأكل الضعيف ولا ماشي بقاتل قوي دابا ذاك القوي اللي عنده البنية جيسمانية و اللي كيدر بالسيف لا دابا القوي سياسيا و اللي مسيطر عنده السلطة والخيدي اللي يبغى بانت له هاد العام دلك فأم كيف شغد يتعوذ واحد السياد مع مرودرت كوين لا يعرفين شعوري يقولك بغيت نقرر المات سافي اجي تقرر المات الاساسيال من هذا الشيئ كامل هو هرسلنا الاضراف بغيت فيزيكة ماذا عندك ماذا عندك شئ تكوين ماذا عندك شئ تكوين ماذا عندك شئ تكوين على الاقل واحد ست شهور و اللعب كيف شئ تتعامل مع التلامذ وما إلى غير ذلك ماذا عندك نقرره في الجامعات هو نفسه الذي ستقرره الكلام ماذا عندك الديداكتي ماذا عندك البيداغوجية وعلم التربية وما إلى غير ذلك ماذا عندك البيداغوجية ماذا عندك الناس هنا ستساهل مع هذا الشيئ كامل ليس مشكلة لديك الاجازات وماذا تطلب الاجازات وماذا عندك البيداغوجية وماذا لا أعلم ومن الممكن أن يقنعوا الناس ويحاولوا أنهم يهرسوا المعركة الإضراب لذلك الاساتي مصاعدين فيها بأس شكل وماذا يغير مسبوك هذا الشيئ يهانة للمدرسة العمومية ومن الممكن أن ينخرج في هذا الشيئ أنا أنا شخصية نتعيد للدولة ونحن أن نكون معطل أو لا لماذا نقوم بأس شخصية الاساتيذة الأخرين الإضراب من حق الاساتيذة شريطة التظاهر السلم لا يوجد فضاءات عمومية لا يوجد فضاءات عمومية لا يوجد فضاءات العمومية بالعكس الاساتيذة ملتزمين ودعوا أشكال حضارية أصلا هم أساتيذة يعني ناس المتعلمين قاريين ونحن ناس المتعلمين ماذا هي الفوضى وماذا هو التنظيم يعني هو تنظيم محكم لدعوه الأشكال الاحتجاجية لهم لكي يوصلوا إلى الفكرة لهم ونختم هذا الفيديو بشكل هدرات الناتق الرسمي باسم الحكومة هذا الناتق الرسمي ما قال؟ قال لك أنه يجب أن يكون تصعيد يجب أن يكون تصعيد لكي تلعبها بالحوار وحاليا الباب الحوار مفتوح مع النقاباتهم صحيح أن هذه الحكومة تكلمت على الحلول المبتكرة قلناها وصحيح هذه الحكومة جاءت بنية أن تلقى حل هذه الملف فهدا ولكن دب الحوار واش انتهى؟ سألنا الحوار مع الأساتدى المتعاقدين ومشينا كننفدو في الاتفاق مع النقابات وهنا غادي نتفعل مع السؤال للأستاذة من كيوس كانفو الحوار ما زال ما انتهاش متى نتجه نحو قرارات نضالية وتصعيدية حينما يتم غلق باب الحوار حينما يكون التوجه لدى الحكومة يسير في اتجاه معين نحن مازال في طاولة الحوار واش الحوار يقدر يكون مع الوزارة الوصية ولا مع اين كان في ظل الاعتقاء ولا في ظل إدانة إدانة الأساتدى والأستاذات أزيد من ربعين أستاذ وأستاذات تحكم مجموعة سبعة سنوات كينا نافذ ثلاث شهر نافذة وغرامات بالنسبة للأستاذة وكذلك الحبس غير النافذ ولا الحبس الموقوف التنفيذ بالنسبة للأستاذة الآخرين بالإضافة إلى غرامات وما إلى غير ذلك ما ممكن أن تذهب على حوار في ظل هذا الوضع هذا؟ لا يمكن أي عالميا سيأتي لهم أعتقلنا الأساتدى لماذا؟ لأنهم يريدون يريدون أن يتدمجوا في أسلاك الوظيفة العمومية لا يريدون أن يقبلها منك أي شيء ماذا يفعلون؟ يفعلون أشكال احتجاجة بالعكس نكرسوا الديمقراطية في بلادنا نكرسوا الديمقراطية نكرسوا الديمقراطية في البلاد لا يوجد مستوى أكاديم لا يوجد مستوى أكاديم لا يوجد مستوى أكاديم ولكن لكي تجلبه في بلاست أستاذ لديه إدرافر هذه جريمة يعاقب عليها الضمير لا يمكن أن يكون في القانون ولكن في محكمة الضمير يعاقب عليها لا أعرف اللي غاية يشارك في هذه المهزلة أعرفوا بالإنسان لا يوجد ضمير لا يوجد مستوى أكاديم وتحية لكم